طبعا هاي سمكة السيلة كانت القنبيزة التيميريا شالومني وهذه السمكة كانت في المتحف العلمي التربوي في الكويت اللي تم إغلاقه ونقلوها زي متو شايفين نقلوها هون هذه السمكة طبعا بتعيش في منطقة جزر القمر هذه العينة كانت هادية لحضرة صاحب السموك اللي هو الشيخ صباح الأحمد الصباح كان وقتها وزير خارجية وبعدين نهدها طبعا للمتحف وهذه طبعا هذه السمكة زي متو شايفينها انتقلت من المتحف العلمي التربوي إلى مركز الشيخ سعد العبدالله الشيخ سعد العبدالله الثقافي شايفين السمكة السلام عليكم وحكا بركاته وهي نورا وهي كان ترافيق دائما فيه مع القومبيزة شكرا شكرا شكرا